قال رئيس الهيئة العامة للاستعلمات تضياء رشوان إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصرحات لمسؤولين إسرائيليين تحمل مزاعم ودعاءة باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطع غزة من الأراضي المصرية وأضف رشوان على أن ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر عشر سنوات ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء مشيرا إلى أن هذا الوضع قد دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي وأكد رشوان أن أي دعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغ فارغ ومثير للسخرية لافتا إلى أن الجوهر الحقيقية للدعاءات إسرائيل هو تبرير لاستمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأهالي قطع غزة شكرا